أن تخيط يدوياً أم زياد والكثير من الأمهات الكمامات لأطفالهن لوقايتهن من بيروس كورونا فتلك مهمة صعبة لكن الأصعب هو شعورهن بالتخلي الحكومي عنهن لخمس سنوات خلت قضينها ولازلنا يقضينها في العراء وذلك في المخيمات العشوائية للنازعين شرقي محافظة الأنبار بدينا نتخيط بدي أن الكمامات لحد جاناً مساعدة لحد ساعدنا جاي نتخيط بدي أن الكمامات على حساب جهلاننا وعلى حساب رواحنا جهلنا خطيئة جاناً المرضي هذا ونحن نخاف عليهم وبلشنا نساعدها كمامات يدوية بسيطة 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 نساعد هذا المرض عنه بمعزل عن من تسبب بإبعادهن عن منازلهن في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل فالشغل الشاغل لتلك الأمهات هو إبعاد خطر بيروس كورونا عن فلذة أكبادهن وبأي طريقة التعفير والتعقيم لهذه المخيمات مهمة باتت تقع على عاتق سكان المخيم دون دور حكومي فأبو زياد يقول إنه باع نصف كيس من الدقيق ليشتري بثمنها معقمات لخيمته وباء هذا الخطير يعني جاي يشوفونه يعني تدريجيا يوميا محافظة يوميا يعني ما يصير علاج يعني الله وكيلك أنا بعت عندي نصف كيس طحين بعته وروح أجيبت بيه مكافحة ما العلاجات يعني رجعت على مال بيتي ما عندها رجال مهجر صال لسبع سنوات الجوع والعوز والحرمان وحرارة الصيف وكذلك قساوة برد الشتاء كل تلك الظروف أنهكت أجساد سكان المخيمات في العراق تلك الأجساد قد لا تجد مقاومة حقيقية للفيروس كورونا إن أصابهم لا سامح الله أحمد الحمداني العربية مخيمات النازحين شرقي الأنبار